الاحتلال الصهيوني واغتيال شرينة ابو عقلة وجاوب عن سؤال المتابعين بيقولهولي دايما او بعض المتابعين يعني اللي هم متحمسين او متشددين احيانا بيقول لك انت ليه بتتكلم عن الاسلام وبتتكلمش عن المسيحية وبتتكلمش عن اليهودية هو ده موضوع حلقة النهاردة السادة المشاهدين اهلا بكم طبعا اصبنا بالخبر المفجع النهاردة اغتيال شرين ابو عقلة مرسلة الجزيرة في فلسطين وطبعا انا متابع شرين ابو عقلة من زمان وكنا متابع الجزيرة واغتياتها الصحفية متميزة جدا وكان دايما بتنقل احداث حية من مواقع الحدث ما الذي اغضبهم ولكن طبعا في صباح اليوم جنود الاحتلال استهدفوا الصحفين بشكل مباشر وده اللي قاله احد الصحفين اللي كان مجاور لي اه شرين ابو عقلة اظن اسمه علي اه ويقصيب برصاصة وقال ان هو لان طبعا الاحتلال الاسرائيلي قاعد يقول لك لأ اذا ده المقاومين او ما يطلق عليهم بيسموه الارهابيين يعني في الاعلام الاسرائيلي هم اللي قتلوها طبعا مش حقيقي اه وهم طبعا ما لبسين الخوزة ولبسين المفروضة السطرة الواقية وعليها بريس وعليها يعني ان هم اعلاميين ومش هي اللي اصيبت وحدها ده كان فيه واحد صحفي تاني اسمه علي وكانوا يغطوا احداث جنين او اختحام جنين وربما هم مش عايزين هذه الصور الحية تصل الى العالم الخارجي فاستهدفوا الصحفيين اه شرين ابو عقلة اه جات لها رصاصة في الرأس مباشرة قطرتها اه في نفس التوقيت والصحفي اللي كان معاها اللي هو علي ده اصيب وبيعالك في المستشفى الان او بيحاولوا يستخرجوله الرصاصة اه فطبعا ده عمل اه اه متان بكل المقييس واظن بيحاولوا اه السلطة الفلسطينية تصعد موضوع للجنائية الدولية ويبقى قضية والمفروض كان الاعلامي العالمي يعني اه يهتم اكثر بهزي القضية ولكن الاسب الشديد يعني ده يمنبغض فيه معايير جزدوجة في تغطية الاعلامي الخارجي ده بشكل عام اه الحادث النهار. انما بالمرة بقى الناس كتير تقول لي انت بتشتب الاسلام انت تتسبب الاسلام وتتدرش الكلم حاجة عن المسيحية وتتدرش الكلم حاجة عن اليهودية. نبت باليهودية. لازم نفرق بين اليهودية والصحيونية. اليهودية كديانة هي مش ديانة تبشيرية مبدئيا. وهي عددها في العالم محدود. بيتكلموا في خمستاشر من خمستاشر لعشرين اه مليون. وحتى ما بيعطوشوا الديانة لاي حد وحاجات يعني لهم اشترطاتهم ما شابه هزيك. انما الصحيونية ده شيء منبوس. فكرة الاحتلال انا ضد الاحتلال طبعا بكل المقاييز. وهزر الجسد السرطاني اللي هما زرعوه في في وسط الامة العربية لاغراض استعمارية واغراض بيع السلاح واغراض كثيرة اخرى كجماعة وظيفية يعني المجتمع الغربي. وعد بلفر اه الف وتسوانين وسبعتاشر وبعد كده طبعا اه تمانية واربعين حرب تمانية واربعين. واحنا كان عالم العربي ما زال مهلهل يعني وانهزمنا في تمانية واربعين. وعلى كده طبعا الهزيمة الكبيرة سبعة وستين. وثلاثة وسبعين يعني انتصار الجزئي. واستطعنا ان احنا ناخد جزء من الارض اللي هي سيناء آآ بالتتابع يعني على مراحل. انها بقيت العالم العربي آآ يعني جزء من سوريا التاخد الجولان مش عارفة الضفة الغربية. كل ده اصبح اصبح اصبحنا ازمة آآ قائمة منذ هذه الايه اللحظة. آآ الصهيونية آآ كاحتلال مرفوض ومنبوض زي ما قلت زي وزي بالزبط اللي كان بيحصل في جنوب افريقيا. ومش هينفع يستمر. وانا كنت قلت ابلي كده آآ وجهة نظر ان هو برضو مش هتقدر تطلع آآ واحد يهودي جده جيه سنة الف وتسرمائة وسبعة عشر. او جد جده جيه الف وتسرمائة واربعين يعني او الف وتسرمائة وسبعة عشر. واصبح هو جنسيته الوحيدة اسرائيلية. ولكن حل في دولة دولة علمانية حقيقية. هو طبعا اسرائيل بتدير الموضوع مش بشريعة موسى ولا حقا يعني هو الموضوع ما كانتش ايه? هو بس ايه? ادعاء دين. هم كانوا كانوا عايزين وطن قومي. بعد اليهود كانوا بيتطعضوا في اكتر من مكان. يحصلهم يحصل مشكلة في هذه اي دولة هم عادة صغير في يحصل لهم اضطهاد زي ما حصل في الحرب العالمية تانية او غيرها. وعايزين وطن وطن بديل. فالقوى الغربية بشكل او باخر. هي يعني مش موضوع بقى القدس وموضوع. لا هو الموضوع ايه كده يعني. ان هم ايه اه خافوا يحطوهم في مكان تاني او هم شايفوا ان هو اوجدهم في هذه المنطقة من العالم العربي. سيحقق مصالح سياسية وعسكرية ومالية واقتصادية كبيرة جدا. ولذلك يحطوهم في هذه المنطقة. انما هم بيدلوش الدولة بشريعة موسى يعني. يعني بيرجبوش الزيني. وما نقدرش انه هم دول اليهود اللي هم يعني متدينين. اه اللي هم بيتباعوا شريعة موسى. يعني كل اللي جايين من اوروبا واللي جايين كل واحد جاي بثقافته. واللي جاي من اسيوبيا واللي جاي من اليمن. كل واحد جاي بايه بثقافته اه الخاصة. يعني مش بتجمعهم الديانة بالشكل الايه الدولة الدينية يعني. يعني حتى ايران اللي هي دولة شيعية. يا قمة السلطة يعني شيعية. اه انها بقية المواطنية عادي ما كانوا عايشين في دولة علمانية بعضهم متدين بعضهم غير متدين يعني الدنيا ايه اه مش بهذا الشكل يعني هما قابلين كانوا قابلين الحكم ايه العلماني السابق على حكم ايه الخميني وكان فيه طيارات يسارية وطيارات الليبرالية داخل مجتمع الايران جاءت الخميني قفز على السلطة في ظل يعني توتر سياسي وربما مظالم سياسية وتخلص بعد كده من الفرقاء السياسيين من الطيارات الليبرالية واليسارية وصدنا للحكم اللي هو موجود في ايران الحالي نفس الكلام السهيونية اه هي مقائبل على وعد الهي ان هم هذه المنطقة لهم ان هذا المكان مقدس وانهم كانوا موجودين فيه بعد ثلاث سنة ده الحجة اللي هم تواجدوا في هذا المكان انما الممارسات اللي بتحصلوا الاحتلال يعني فكرة الاعتداء الاصرار على دخول المسجد الاقصى الحفر تحت المسجد الاقصى والادعاء ان هناك هيكل سليمان كل دي اه امور شكلية للسيطرة على هذه المنطقة من العالم هذا لن يستمر وزي ما قلت ابلي كده مش معنى كده ان اليهود اللي موجودين حاليا في فلسطين يطلعوا لأ انما تبقى دولة مواطنة حقيقية هم عاملين شكل علمي اللي هو بقى فكرة انتخابات ومدخانين اثنين عرب في الكريسة الاسرائيلي وحتى حاليا في اسلام سياسي موجود في الكريسة الاسرائيلي اللي هي المجموعة اللي تحالفت مع رئيس الوزرائي الحالي بنت يعني عشان يوصلوا لي ينوبك واحد من خمسين زائد واحد في المية ويطيحوا بنتين ياهو اللي هو بشارس منصور ايه عباس او الحاجة زي كده تلاتة الحزب بتاعه موجود بتلاتة يعني اخوان المسلمين او طيار اسلام سياسي فالشكل ده مش هيستمر انما تبقى دولة مواطنة حقيقية حق العودة متاح مفيش حاجة اسمها وعد ديني بقى وعد الهي والقدس تبقى عاصمة والكلام ده كلهم ما يحصلش ويبقى فعلا كله مواطنة سواسية انما فكرة ان هو فيه جنس يعني ارقى وجنس اقل وفكرة الفكرة دي شعب الله المختار هذه الفكرة ما تقيمش دول مستقرة وسيظل هذه المنطرة عائلة متوترة بالاضافة انها طبعا بتستفز لمشاعر المسلمين فكرة دخول المسجد الاقصى وبعدين القدس ليست مقدسة لدى المسيحيين فقط لدى المسلمين فقط والمسيحين طبعا عندهم كنس للقيامة وماشي واليهود عندهم حققة المبكة لمانع ان هذه المدينة المقدسة تدور بشكل دولي يعني او بشكل مشترك وان كل الناس تؤدي تقصها بشكل او باخر انها ما تبقاش عاصمة ما تبقاش عاصمة لدولة الناس عالنا تكون علمانية وان هي تبقى حقوق الوطنة متساوية وانه بقى حسب القول الجغرافية يطلع بقى الكنسة تنصه مسلمين ونصه مسيحيين نصه عرب نصه يهود يعني ايا كان ويطلع ليسه وزراء بقى عربي مسيحي او عربي مسلم يطلع يهودي اوروبي او يهودي عربي ما تفرقش دي دولة الموطنة الحقيقية انهو مش دولة دينية او مش دولة جاية بوعد ايه بوعد دين دي دي الفكرة بشكل او باخر وكان على فكرة قذافي رغم يعني كان سعيد بيقول حاجات يعني كده يعني كان ليه ساعات روعة سليمة لما قالك تتسموها اسراطين انا ما اهميش الدولة تتسمى ايه ما تتسوى تتسمى مثلا غرب اسيا زي ما فيه دولة جنوب افريقيا تتسمى دولة غرب اسيا ايه ان كان انما تبقى دولة موطنة حقيقية ودولة علمانية حقيقية مش قائمة على وعد ديني مش قائمة على فكرة شعب الله المختار وان فيه جنس افضل من جنس او ان فيه ديانة اكبر من ايه اه من ديانة فزي ما قلنا ديانة اليهودية هتكلم على ايه يعني هو زي ما قلنا مفيش فكرة ان الدولة دينية يهودية او مفيش ايش حاجة حد يبطبق شريعة موسى نيجي بقى للمسيحية بقى لك ما تتكلمش عن المسيحية ليه يا جماعة المسيحية ياريتني يعني نعمل زي المسيحية ما عملت يعني البابا بوليس سنة الفين اه بشكل واضح اعمو اعتذر اعتذر عن اضطهادوا لمذاهب الاخرى الارثوذوك صغير واظن في الفين واربعة كرى نفس الكلام امام في عزة بتاعته شهيرة امام جموع المسيحيين مش عارف ثلاثة مليون مسيحية بسمعوها في روما يعني وبعدين اه ادم اعتذار للمسلمين يعني الحروب الصالبية وقدم اعتذار لليهود يعني برضو كانت ساعات المسيحيين بيتطهدوا اليهود يعني اعتذر عن كل ما سبق يعني ما تشايلش الديانة كل هزي العب النقطة التانية خلاص بقى الطبات العلمانية بقى بعيدة عن السلطة السياسية بعد ما كانوا بيعزبوا جاليليو او بيتطهدوا مش عارف برونو طبعا اعتروا برونو وما زالوا حتى الان بيروحوا يقدموا نورود والشموع على قبر برونو لانه اعتروا بشكل ديني يعني اعتروا بشكل حاكم تفتيش واعتذروا طبعا مع حاكم التفتيش كل حاجة اعتذروا عنها يعني كانوا بيتطهدوا المذاهب المسيحية المختلفة عن المذهب الانجلي او الكاسوليكي يعني وزي ما قلنا حصل بروتوستنطنية يعني ياريت يحصل كده هو الفكرة اللي نحن نقول عليها عدم دخول الدين في السياسة فخلاص الكنيسة المسيحية بتاعت اوروبا كلها ابتعدت عن السياسة وتركت السياسة للسياسيين هتقول لي طب ما في مصر ما انا في مصر ضد دخول الدين الاسلامي في السياسة اللي هو الازهر وايضا ضد دخول الدين المسيح في السياسة المفروض باوت ودرس والامام الطيب اللي اتنين يبتعدوا عن السياسة ويركزوا في الوعظ الديني الاخلاقي يعني ده بشكل واضح اللي هما الارتقاء الروحي بموطنيهم او بمؤمنيهم يعني سواء الدين المسيحي والدين الاسلامي وبس انما دخول الى منطقة السياسة واقتحمها وانا قلت كنت بلكده قلت حاجة اسمها التدخل المرن يعني ما فيش مالع ان مثلا قوين الاحوار الشخصية يبقى فيه حاجات تخصى بالمسيحيين وحاجات تخصى بالمسلمين بس برضو مش مش دائمة يعني دايما يبقى فيه مرونة انا قلت التدخل المرن بين الدين والسياسة قلت مصطلح كده او ان هو القدس يتعامل في الكنيسة بالنسبة للمسيحيين قابلين ببعض امور المراس انما دايما زي ما قلنا يبقى تدخل مرن ما فيش حاجة سبتة ما فيش حاجة مطلقة وما فيش وصاية لان دايما الدنيا بتتغير والظروب بتتغير فيبقى ايه الموضوع بهذا الشكل النقطة التانية ان انا بصفتي ان انا مسلم وكنت جزء من حركة اسلامية في وقت في وقت فعارف عارف ازاي هزي هزي الادولوجيا مش مش الاسلام ذاته ولكن الادولوجيا الاسلام السياسي ازاي اضرت بمجتمعنا المصري وهي اللي عملت على فكرة في الناحية الاخرى بعد ما بقى فيه بقى نظام بقى يدخلوا مسيحية في الاسلام ويجوزوا الواحد بصت من الحركات دي بدأ يحصل بالنحية التانية خوف طبيعي خوف المسيحيين على ابنائهم وفرحوا برضه هم كمان ملتحمين بالكليسة وشعب بالكليسة وحاجات زي كده فالمفروض يمور تتفك بالطرفين النقطة التانية طبعا فيه سلفين بيتكلمون عن نص المقدس الانجيل يعني كتير يعني صفحات كتير وده يعني نقطة الشخصية يعني هذا السخف في اللحظة اللي احنا فيها مش متاح في مصر ومش مفروض انه يبقى متاح لانه حيصير حفيزة ناس كتير لانه لان انت برضو مش ما تسمحش ان حد تتكلم عن القرآن انتو بتتكلم عن زكريا بوترس زكريا بوترس وبتكلم من بر عارش من امريكا غريبا من امريكا يعني وطبعا في الناحية التانية نهاية بتتكلم عن القرآن من نص الاول من بر اذا كان بقى احمد حرقان او اذا كان مش عارف احمد عبدالصمد او اذا كان ايا ين كان بيسخروا من نص الاول او يسخروا من ديانة نفسها ومنطلق ان هو في مربع الارحاد او مربع ربوبية او اي ان كان انما هذا السبب مش مسموح في مصر فغير مسموح ان حد يتكلم عن الانجيل لان هو مقدس بالنسبة لطاريخ المسيحية وبرضه نفس الكلام مش مسموح ان حد يتكلم عن القرآن ان احنا نتكلم عن التاريخ نتكلم عن التراث نتكلم ان هو ابتعاد الدين عن السياسة لحالة الموقف والاقابة الدولة مدنية حقيقية لان احنا مجتمع متنوع على مستوى الاسلامي يعني احنا مجتمع متنوع فيه ناس منه يسار ناس منه يعني لبراليين وطبع فيه مجتمع مسيحي وفيه مجتمع بهاي وفيه طبعا ناس ملحيدين وناس ربوبيين هو ده تنوع على المجتمع المصري هنديره ازاي بقى نديره بالدولة المدنية الحديثة الناس السواسية اللي يطلع لقمة السلطة بالكفاءة الانتخابات الاحزاب يكون فيها كل الاطياف الدينية ملاش ضعب المعتقد وفيش حاجة اسمها بقى ان ايه المكان القيادة المعينة دي ما يطلع لهاش مسيحي سواء حتى رئاسة الجمهورية او رئاسة الوزراء او حتى جهات سيادية بس ده عايز طبعا عايز جهد وعايز وقت وعايز ارادة سياسية عشان نوصل الى هذه المنطقة ونتخلص من عبق العقود الماضية اللي بدأت في السبعينات بفكرة يعني الاسلام السياسي اللي هي يعني تنتها جاسمة على صدورنا اربع عقود ولاحقا بقى الطيار السلفي ركب على الاعلام وبدأ يأثر بالخطاب عدائي وخطاب يعني كراهية وخطاب عنف غير مقبول وجد بقى داعش يعني زين ستسين بلا فده اللي بتكلم عنه يعني ده حنتكلم عن المسيحية المسيحية خلاص بقت علمانية يعني المسيحية لو نتكلم عن المسيحية الغربية بقت علمانية والمسيحية المصرية اقلية يعني يعني كان بقى الاختلاف في النسبة بالسفنية ومقلية فمش بسموح ان حد يستحلي من دين على دين نعيش مواطنة حقيقية ده بس ردد على الناس انها طبعا رافض فكرة الاحتلال الاسرائيلي بكل المقاييس ونازم نفرق بين السفنية واليهودية عنديش مشكلة مع اي ديانة على فكرة لان هي دي العلمانية كل واحد يأدي تقوسه مش بس الديانة الكتابية عنديش مشكلة مع البوزية مع الهندوسية مع السيخية مع اي حاجة زرادشتية بشرط اي ديانة لا تحرد على الكراهية لا تحرد على العنف لا تتشدد ولا تسيطر على المجال العام او تفرد وسيطر على المجال العام وعلى القانون القانون وضعي يضعه البشر تبقى نزوله في كل وضع ونقدر نغيره لانه بشري محدش يدعي انه هناك قوانين قادمة من السماء وزي ما قلنا في تدخل مالي المسلمين في مكان معين في وقت معين بيسمحوا بقوانين معينة في الميراس والزباب انطبعه انما لما يحصل خلال نعدله زي ما نعدل القانون نحاولش يخصي بتاعنا دلوقتي ونتكلم في موضوع الطلاق ونحاول ننصعبه شوية عشان ما يبقاش ايه سهل ونخش في موضوع المحلل والكلام فارغ ده من قصدي يعني نحل قضيانا من منطلق انساني منطلق بشري من منطلق وضعي لانه ده طبيعة القانون اللي هو متغير محدش يفرت حاجات مطلقة على السياسة وعلى الاجتماع وعلى القانون اذا كان في قبول بأوضاع معينة في زمن معين اهلا بها وسهلا تغيرت الظروف منعدل محدش يكلم عن مطلقات لا مطلقات في القانون القانون دائما متغير حسب كل ايه اه كل زمن وكل ظروف ده بس بشكل طبعا يعني عزقنا لأسرة اه الشريين ابو عقلة والمجتمع الاعلامي كله ودي جريمة نكراء طبعا وكل ايه المقييس اعتقد ان اعظم الدول طلعت استنكارات بس اعتقد ان هو المفروض يتحقق في الموضوع بشكل جدي لان هذه جريمة كبيرة للاحتلال اه الاسرائيلي اللي نرفضه وبأكل على هذا لمرة تانية وزي ما قلنا فيه سقف لحرية في كل في المجتمع العربي بتاعنا اه بالنسبة لكلام عن النص الاول انما انا هتحدث عن التاريخ هتحدث عن الفقه اللي هو يعني امور بشرية سواء الراضي البعض او غضب الفقه والتراث والتاريخ وجزء بشر نحقينا ان احنا ننقضه وننفض عنه الاتربة ونظهره للناس ونقولها هذه هي الحقيقة وده نرفض فكرة مشروع الاسلام السياسي وفكرة مشروع الخلافة بشكل عام وهذا موضوع حلقتنا النهاردة لو عجبك الفيديو شيره واشترك في القناة لو مش مشترك ورايك الفيديو عشان يصل لعدد البرماني شكرا جزيلا ونكمل في حلقات لاحق شكرا جزيلا